حتى المعلقين استوردوهم السعودية مش نوية جبها البر عرض بـ 50 ألف دولار في المباراة الوحدة هياخدهم متحة شلبي علشان يعلق على الدور السعودي وكمان أخدوا حازم إمام عضو التحاد الكورة وده بعد كلام وليد الفراج علينا ايه تفاصيل العرض المقدم لمتحة شلبي للتعليق على الدور السعودي وايه اللي هيعمله مع رونالد ونيمار كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده ملك التعليق في مصر وصاحب أشهر إفهات في تاريخ الكورة المصرية خلاص هيروح السعودية عرض ما يترفضش قدمته السعودية لمتحة شلبي علشان يعلق على مباراة الدوري بتاعتهم هيدفعوله في المباراة الوحدة 50 ألف دولار وده علشان يعلق ويا رت في الآخر هيعجبه متحة شلبي ووفقا لتقرير نشره موقع العين الإماراتي فهو قدامه فرصة حلوة قوي علشان يروح الدور السعودي يعلق على المباراة بتاعتهم على كلام الموقع فهو معروض عليه 50 ألف دولار في المباراة الوحدة اللي هيعلق عليها شبكة كنوات SSC اللي هي مقدمة العرض ده لمتحة شلبي وهي النقل الحصري لبطول الدوري المحترفين السعودي وعايزين متحة شلبي يسمعوا إفهاته الشهيرة الجمهور السعودي هناك نفسه يسمع أفشات متحة شلبي وهو بيعلق على مباراة الدوري بتاعهم الدوري هناك بقى كامل من مجامياه جابوله هناك نمار ورونالدو بنزيمة كل دول هيعلق عليهم متحة شلبي تخيل بقى اللي هيعملوا متحة شلبي معاهم ده هيطلع أحلى إفهات اللي هينافس متحة شلبي هناك في التعليق دلوقتي هو المعلق الشاطر جدا كابت الرقوف خليف يعني شوف انت بقى دلوقتي متحة شلبي ورقوف الاتنين بيعلقوا على ماتش واحد انت واتا هتسمع مين فيهم هتروح للمحترف وحفظ اسماء اللي عبين بالزبط كابت الرقوف ولا هتروح لملك الإفهات الكابتن الكبير متحة شلبي تخيل اللي اتنين كده مع بعض هتسمع من فيهم ويبقى السؤال المهم دلوقتي واللي كل جماهير الكرة في انتظاره في الدور السعودي مين بقى اللاعب اللي هيقول عليه متحة شلبي وما بين قربي وخوف عليك من فضلك ايه في الرجليك الجملة المشهورة قوي اللي بيقولها متحة شلبي لأي لاعب بيقابل مشكلة في الملعب خصوصا لو حد دخل عليه وعايز يعمله كبري واسبكم بقى من كابتن متحة شلبي دلوقتي خلاص هو قدامه الفرصة ويعالم هيروح ولا لأ وفي الأجلب هيروح يعني المهم ان احنا دلوقتي نشوف القصة التانية بتاعت كابتن حازم إمام ووليد الفراج طبعا انتو عارفين اللي عمل وليد الفراج من كم يوم وكلامه عن الدور السعودي وقوته وفي المقابل ضعف الدور المصري اهو دلوقتي يا جماعة وفي اول رد فعل من عضو اتحاد الكرة المصري حازم إمام حازم إمام يا جماعة راح اتعاقد مع شبكة كنوات اس اس سي سعودية علشان يحل المباريات الدور السعودي وطبعا الحركة اللي عملها حازم إمام دي اخدت مساحة واسعة قوي عند جماهير الكرة المصرية الجماهير كلها دلوقتي على السوشيال ميديا بتتكلم على الخبر ومستغربة منه في نفس الوقت بتضحك عليه وعلى اللي عمله حازم إمام هو من رأيكم حازم إمام حقه يروح الدور السعودي فعلا وهو عضو في اتحاد الكرة المصري ومن رأيكم حقه يعمل كده يعني ولا لأ من رأيكم برضو ايه اللي هيعملوا متحة شالبي في السعودية هل هيكون في نفس مستوى التعليق اللي كان فيه هنا في مصر ولا لأ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات